صباح الخير بنات كديرين لبس عليكم كانت تمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله ومرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم بروتين جالي صباحي سنجد معكم جهوة جهوة الغداء التي تكون زربة بسيطة جدا كيف يريدونها حتى الوليدات الصغار المهم انتم معي حتى تشوفوا تتمت الفيديو فتحت اليوم جالي بالقرآن الكريم كيف يريدون اغلب صورة البقرة كيف يريدونها وفي الوقت نحاول الحفظ معها السماء ومن بعد حضرت الفطور جالي كما تشوفوا بردلاتها الخبز وزويتها مع الفرماج هذا هو الفطور جالي دي مالخبز مع الفرماج والسيس وشوي دي الفواكه وبتبان كان عندي ونقضيت طبلا بحالها وفتحت شوية الروتين لا ننصل بالحطات ننصل بالشيء بشكل مهم لذلك الشكل وعدد المبداع بطبيع الحال لانهم بازيان كثفي الصباح بعد ذلك في الفرماج نتكلم على شفيت الاسبوع ومثم من المعنيات الفطور ما الذي فيها وفطرت بانتي وموق rooting في المدرسة وحتى إن هذا الشيء التي فيها يجب عليك أن نحيطه الول قبل من بدء أن نفعل أي شيء أخرى اشتركوا في القناة 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 ونجعله في مدة 20 يوم تقريبا حتى 1 شهر يعني يشعر بالجو بارد يعني هذه المدة باش يقدر يوجد لنا الحمض المصير فاصل الصيف من يجعلها في مدة 15 يوم و 20 يوم تقريبا المهم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله من هنا 1 شهر و 20 يوم سنشارك معكم الحمض المصير من يكون واجد ان شاء الله ولكن هذه هي الطريقة الصحيحة حيث انا كنت مجربة هذه جهة واحد المرة وهذه هي الطريقة باش كي يجي الحمض المصير هو هذا كالحقه وطريقه والذي تجربه ستقدر تجربه من دابا وتجعله باش يوجد لها من هنا إلى 20 يوم ونشهر تقريبا ودابا نحضر وجبة لغاتها المهم بعد ذلك نظر لتغيره واللغة كي يجعله بشيطة وطرطيه ساتف بسع рублей سيجعله بالطريقة لجلدة ستقدر تقرير من فيجلم المكلات حيث سأخبر المكلات التي تعليق فيها جميع السيت ستقرقها بسلقت المشهر سيطرقها من صغيرة dueجنة سيطرقها لك هجولة بالطريق جميع السيت وسنجعله سوف نقوم بوضرة سوف نقوم بوضرة نحن نضيف الطويل فأنا نضيف الطعام سوف نقوم بوضرة نضيف الطعام نضيف الطعام الخرقوم البلدي أو الكوركم بالنسبة المقادر سنجعلها مكتوبة في صدق وص اللغة العربية في فصحة كذلك بالنسبة للأخوات اللغة العربية في فصحة كجيني شوية يعني القناة ديالي مغربية وكان حسيني كان هذا بالمغربية كجيني بحسن وبنسبة الأخوات الأخرين يعني بالنسبة الوصفات اللغة العربية نقولهم باللغة العربية سوف نحاول طبيعة تقنص لكم الأمور وكذلك سوف نقنص لكم في هذه الشاشة وكذلك سوف نقوم بصندق الوصف إن شاء الله وأي تفسير أو استفسام سوف نضيف الملح كذلك من الملح كذلك والأخوات جميع البطاطة كذلك سوف نضيف الملح ونقوم بالضبط لأن الربعة القصبورة ومن بعد أن نضيف الكفتة كل خلطها جيدة مع هاد البطاطا والتوابيل من بعد ما طابت الكفتة نأخذ هاد الميقلات ندهنها بشوية ديال السيت نأخذ البطاطا اللي تلقات من بعد ما صفيتها مزيان من الماء معستها و نقضها على هاد الشكل هذا من بعد نضيف الخليط الكفتة والبطاطا كان ستفهم مزيان فوق البطاطا على هاد الشكل هذا و كان مردو كل جوانيب و من بعد نضيف فرمج حمر فوق الحشوة و نقضي البطاطا بها الطريقة و لا تنسو الملعقة بالزيت من بعد ما قد نقضي في الوجه سوف نخليها نضيف 10 دقائق و من بعد نضيفها كي تحمر من الجهة الاخرى هيا نبد ما تحمرت قلبتها للجهة الاخرى من بعد نضيفها سوف نقضي البطاطا و سوف نجعل الجهة الاخرى تتحمر بنفس الطريقة و دا بابغيت نشارك ماءكم كيفاش كان نطمو هاد المنادل هادو ديال المائدة هما كي اطوه واحد الجمالية المائدة واحد المنظر مختلف المهم كفكرة فقط كي نقدس اشكال مختلفة كل مرة خدي نشارك ماءكم شاكن من الاشكال موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة